بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في المحور الثالث وهو إنتاج المواد التقنية سنتناول في هذا المحور عدد من الموضوعات الهامة جدا والتي تتناول تسجيل الملحوظات، الخرائط الذهنية، النقاش والحوار، تصميم الفيديو، إنتاج الكتب الإلكترونية، الأمفوغرافيك والبوستر والكلمات السحابية العروض التقديمية، التواصل الاجتماعي، وأخيرا التعديل على الصور سنتناول الموضوع الأول الآن وهو تطبيقات التدوين وتسجيل الملاحظات أولى هذه التطبيقات وهو EveryNote وهي آداء تعليمية قيمة تعتمد على التخزين السحابي مما يسهل مزامنة المعلومات ومشاركتها من أي مكان وزمان ومن خلال مختلف الأجهزة الذكية والمحمولة كما أنه يستقبل مختلف أنواع الملفات للتحميل من صور ملفات Word وغيرها شرح برنامج Evernote ولنقل الملاحظات والصور والصوت باستخدام برنامج Evernote وأيضا تطبيق الـ Evernote الأفضل لتدوين وحفظ الملاحظات تعرف على ميزاته تجدونه في روابط اليوتيوب الموجودة أمامكم شرح بالصوت والصورة كما أنه عند النقر على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة لألبوم بوكيت وهي أداة تساعد على التحكم في المصادر المتوفرة على الإنترنت كالمقالات والفيديوهات والصور وغيرها وتنظيمها وتخزينها في حال الرغبة للرجوع إليها لاحقا وتخصيص المفضلات التي تناسب ذائقية المستخدم ومزامنتها على سطح المكتب أو أي جهاز آخر بشكل تلقائي شرح تطبيق حفظ الروابط باستخدام البوكيت موجود على رابط اليوتيوب بالصوت والصورة الموجودة أمامكم عند النقر إليه ستنقلك مباشرة للشرح وعند النقر على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة إلى موقع الأدى أشهر تطبيقات تسجيل الملحوظات هو OneNote وهو تطبيق ملحوظات مقدم من شركة مايكروسوفت يمكن المستخدم من جميع البيانات ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين للبرنامج بشكل حر يتيح للمستخدم إنشاء الملاحظات بطرق متعددة مثل الصور بمختلف امتداداتها والفيديو والنصوص والتعليقات الصوتية والرسومات وغيرها العديد داخل مكتبة الملاحظات يمكن للمستخدم تقسيم الملاحظات إلى أقسام بداخلها صفحات أقرب ما تكون لكتاب أو ملف إنجاز شرح استخدام برنامج مايكروسوفت OneNote في التعليم موجود في رابط اليوتيوب هذا وأيضا موجود شرح له على قناتي على اليوتيوب ملف الإنجاز الرقمي عبر الOneNote موجود شرح تفصيلي له على هذا الرابط على اليوتيوب بالصوت والصورة سكارلت نوتس وهو تطبيق الأجهزة الأندويد يساعد المستخدم على تدوين التواريخ والمهام والواجبات والملاحظات المهمة والتي يستطيع تحديد الأهم منها بواسطة تضليلها يمكنه كذلك من كتابة الملاحظات بعدد لا محدود من الأحرف حتى لا ينسها ويراجع ويرجع إليها بفعالية نظرا لسهولة مزامنة البرنامج مع الأجهزة الأخرى وكذلك وجهة الاستخدام السهلة والمريحة التي توفر الوضع الليلي التي تمكنه من التحكم بإضاءة الشاشة شرح سكارلت نوتس باللغة الإنجليزية موجود على هذا الرابط جوجل كيب وهي خدمة مقدمة من شركة جوجل يمكن تحميل التطبيق للأجهزة السامسونج من متجر جوجل بلاي أو تحميله من جوجل درايف كتطبيق ويب يميزه احتوائه على خاصية التعرف الضوئية على الرموز كما يمكن المستخدم من المسح الضوئي للصور واستخراج النصوص من الصور وهذه ميزة هامة جدا في هذا التطبيق شرح لبرنامج جوجل كيب موجود على هذا الرابطين للفيديو وأيضا لنسخ الصورة لنسخ النص من الصورة بطريقة رائعة تستحق التجربة من هذا الموقع مشروحة بالصور المفصلة وأيضا لإضافة جوجل كيب لمتصفح كروم موجود من هذه الرابط يمكنك بالضغط عليها وأنصحكم فعلا بإضافة هذه الآداة لمتصفح كروم يتميز البرنامج بألوانه الهادئة وبساطة الواجهة التي توفر تجربة تدوين رائعة للمستخدم تساعد المستخدم على جمع الملاحظات من خلال اختيار الألوان المختلفة والتي تتنظم وفق جدوى الزمني وتخزينها بالتقويم ليقوم البرنامج بتذكير المستخدم كما أنه يدعم مراجعة العناصر المحفوظة في القائمة ليسهل على المستخدم متابعة ما أنجزه وما لم ينجزه من أعمل شرح برنامج الملاحظات الملونة موجود على هذا الرابط على اليوتيوب وأيضا عند النقر على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة إلى موقع البرنامج بير نوت وهو تطبيق الملاحظات المجاني من أبل والذي لاقى إقبالاً واسعاً من مستخدميه ولكنه لا يتوفر إلا على أجهزة الأبل ونظام الماك يتميز بتصميم مبسطاً وسهل كما يمكن المستخدم من التدوين الخطبي شرح بير نوت على اليوتيوب موجود في الرابط الموجود أمامكم عند النقر عليه ستنقلك مباشرة له وعند النقر على الصورة العلوية ستنقلك إلى رابط التطبيق آخر برامج تسجيل الملحظات وهو بيبر يتميز هذا البرنامج من الرسم والتدوين ووفر خيارات رائعة من الأقلام والفرش التي تجعل من الرسم والتدوين تجربة احترافية والتي يمكن تقسيمها إلى دفاتر تضم الرسومات المصنفة وفق احتياج المستخدم ومن جدير بالذكر أن هذا البرنامج حصل على جوائز عدة في فئة التطبيقات للآيباد الرابط التالي يعرف بتطبيق البير وهو مهم جداً وسهل جداً في التعرف إليه الموضوع الثاني في محاضرتنا اليوم وهي الخرائط الذهنية Mindomo توفر أدوات ممتعة لرسم خريطة ذهنية تفاعلية والتي تعمل مباشرة على الويب أو تحميلها على سطح المكتب كما يمكن الباحث من الاحتفاظ بها بشكل خاص أو نشرها على الانترنت للجميع كما أن البرنامج يدعم اللغة العربية دليل استخدام البرنامج وشرح البرنامج وشرح البرنامج أيضاً موجودة على رابط اليوتيوب الموجود أمامكم بالصوت والصورة وأيضاً عند النقر على الصورة العلوية يمكنكم الانتقال مباشرة إلى رابط الأدات Mindmaster يسمح للمستخدم بإنشاء وتحرير ومشاركة ومزامنة الخرائط الذهنية التفاعلية عبر الانترنت بشكل سلس كما يمكن البحث في الخرائط الذهنية التي قام بها الآخرون بإنشائها فبالتالي ممكن تستفيد كثيراً من هذه الميزة ويوفر واجهة ممتعة تسمح للمستخدم باللمس والتكبير والإسقاط مما يجعل منه أكثر تفاعلية والأهم أنه متوفر لمختلف الأنظمة والأجهزة شرح تطبيق Mindmaster للأيباد موجود في الرابط اليوتيوب الموجود أمامكم وأيضاً شرح آخر له على رابط اليوتيوب بالصوت والصورة Simple Mind يأتي البرنامج بقوالب وألوان متعددة يميزه سهولة استخدامه كما يمكن المستخدم من التعديل على الخريطة في أي وقت ومزامنتها ومشاركتها على الإنترنت بحجم صفحة لا تنتهي الجدير بالذكر أن البرنامج يخلو من الإعلانات المزعجة للمستخدم شرح اليوتيوب لبرنامج Simple Mind موجود على رابط اليوتيوب هذا وأيضاً هناك شرح آخر سهل جداً لطريقة صناعة خريطة ذهنية بالخطوات المصورة والشرح وعند الضغط على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة لرابط الموقع Mind Map ما يميزه أنه يعمل بالتزامن مع جوجل درايف حيث يستطيع المستخدم تشارك خرائطه بفاعلية بشكل مجاني تمكن المستخدم من تحويل الخريطة إلى Powerpoint أو PDF شرح موقع Mind Map موجود على هذا الرابط على اليوتيوب بالصوت والصورة وعند النقر على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة إلى رابط الصفحة البرنامج X-Mind برنامج سهل وخفيف يساعد المستخدم على عمل خرائط ذهنية بشكل بسيط ورائح كما يمكنه تحميل الخريطة التي أنشاها على شكل PDF أو صفحة على الإنترنت HTML شرح برنامج X-Mind موجود على السلايد شير الموجود أمامكم وأيضا شرح لبرنامج على اليوتيوب موجود على الرابط عند النقر إليه ستنقلك مباشرة له آخر برامج الخرائط الذهنية وهو FreeMind أدى لرسم الخرائط الذهنية بشكل مجاني قائم على نظام جابا يعتمد في عمله على جعل عملية إنشاء الخرائط العملية بديهية مع أمكان شرح استخدام هذا البرنامج FreeMind موجود على رابط اليوتيوب الموجود أمامكم سننتقل الآن إلى موضوع الثالث وهو تطبيقات النقاش والحوار أولى هذه البرامج وأشهرها الإيميل وهو حساب البريد الإلكتروني على اختلافها تعد أداة تقنية يحتاجها الباحث للتواصل بأي شخص أو مجموعة من الأشخاص حول العالم تساعد الباحث على تشارك العديد من الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو المستندات الكاملة لأصوات بشكل مجاني وفوي وأهم ما يميز الإيميلات أنها سهلة على الاستخدام سواء كانت Gmail أو Outlook شرح المجيميل من البداية حتى الاحتراف شرح مفصل للبريد الإلكتروني تجدونه على رابط اليوتيوب هذا قد تجدون فيه ما يفيد فعلا في هذا الرابط الطريقة الصحيحة لاستخدام وتنظيم البريد الإلكتروني مهم جدا هذا الرابط أرجو من جميعكم أن يفتحوا عليه ويشاهدوا واتساب تطبيق يتيح التراسل الفوري عبر الأجهزة الذكية يمكن المستخدمين من تشارك الوسائط المتعددة من صور وتسجيلات وفيديو وروابط ومستندات وغيرها بشكل فوري أو جماعي يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت ليتسنى لمستخدم استخدامه على الكمبيوتر أو ماكس شرح طريقة استخدام الواتس أب وهو مهم جدا للباحثين أن يعرفوا طريقة الواتس أب ولعلها طريقة سهلة وبسيطة للجميع تطبيق لوحي تفاعلي من شركة أبل يتيح للمستخدم الإبداع في شرح فكرة أو توصيل معلومة وتشاركها مع الآخرين بفعالية نظرا لقدرة التطبيق لتصدير مختلف الملفات واستيرادها هذا شرح تطبيقي لإكسبلين إبريثين وأيضا شرح آخر له جميعها على اليوتيوب بالصوت والصورة وعند النقر على الصورة العلوية ستنقلك مباشرة إلى رابط البرنامج أيضا برنامج سكيتش بورد وهو برنامج مجاني يمكن للمستخدم من الرسم على لوحي إلكتروني على شكل لوحة بيضاء لا نهائية لمشاركة الرسم التخطيطي سريعا مع مجموعتك في العمل مثالي للعصف الذهني وحل المشكلات شرح برنامج سكيتش بورد موجود على رابط اليوتيوب الموجود أمامكم أيضا البدلت الحائطة الإلكتروني وهي أداة شاركية عبر الإنترنت مبتكرة تمكن المستخدم من إنشاء حوائط افتراضية لمواضيع مختلفة كما يمكنه الإبداع في اختيار الخلفيات وطرق العرض هذا بالإضافة إلى ما يوفره الموقع من إمكانية تضمين العديد من الوسائط المتعددة كالصور والفيديو والتعليقات وغيرها وأيضا المراجعة وأيضا تقييم المعروض عليها هذا بالإضافة ولكنه في النسخة المجانية منه فقط يمكنك إنشاء ثلاث حوائط لكن النسخة المدفوعة يمكنك من إنشاء عدد لا محدود من الحوائط شرح البدلت موجود في رابط السوي الموجود أمامكم وأيضا هناك شرح آخر على اليوتيوب على الرابط الموجود عند النقر عليها ستنقلك مباشرة إلا هو عند النقر على الصورة العلوية ستنقلك إلى رابط الموقع للمزيد من الأمثلة هناك مايندلي وهي منطقة قوية وهي منصة قوية غير مجانية لإدارة الفريق وهذه شرح لا سننتقل الآن إلى الموضوع الرابع وهو تصميم الفيديو فوتو ستوري 3 برنامج يتم الحصول عليه مجانا من الويندوز يمكن المستخدم من تركيب الصور الخاصة به وتحويلها إلى فيديو حيث تظهر القصص الرقمية بطريقة شيقة معززة بالمؤثرات المختلفة كالصوت والكتابة وهذا رابط تنزيل البرنامج بالإضافة إلى شرح على اليوتيوب للبرنامج برنامج iMovie برنامج لإنشاء قصص رقمية من شركة أبل لإنشاء وتحرير الأفلام يستخدم في صناعة القصص الرقمية يدعم اللغة العربية والعديد من التأثيرات كالصوت وغيره مع إمكانية التشارك عبر الإنترنت نظرا لسهولة البرنامج وسهولة التعامل معه فقد لاقى إقبالا واسعا وهو سهل جدا ومبسط شرح تطبيق Movie Studio لعمل ألبومات الصور بشكل جميل موجود على رابط اليوتيوب هذا وأيضا هناك شرح تفصيلي آخر لعمل الأفلام في الآيفون موجود على هذا الرابط Adobe Flash برنامج متعدد الوسائط يعمل على التفاعل مع صفحات الإنترنت لإنشاء المحتوى الإلكتروني والصور المتحركة وهو قائم على لغة ActionScript المبتدئين Adobe Flash شرح واجهة البرنامج وتعلم البرنامج في كذا خطوة موجودة على هذه الرابط على اليوتيوب بالصوت والصورة GoAnimate يمكن المستخدم من تصميم فيديوهات كارتونية مميزة ذات طابع شيء وفي وقت قصير بدون الحاجة إلى تحميل برامج معقدة الاستخدام يوفر الموقع مكتب من القوالب والرسوم والأدوات الجاهزة التي تسرع في إنجاز العمل فقط اختار ما يناسبها منك شرح طريقة التسجيل في الموقع موجودة على شرح اليوتيوب هذا وشرح الموقع بالكامل موجود وهناك أيضا دليل إرشادي موجود على جوجل سايت الموجود رابطه أمامكم وأيضا شروحات أخرى أكثر شرحا للإصدارات الأخرى من البرنامج في GoAnimate باوتون يساعد هذا الموقع المستخدم على تصميم وإنتاج الموشن جرافيك والعروض المصورة الاحترافية بما يوفره الموقع من المؤثرات وأدوات والأيقونات الجاهزة كما يمكن المستخدم مشاركة ما أنجزه بكل سهولة وتحميله على اليوتيوب ومن ثم تنزيله على سطح مكتبك عند النقر على الرابط الأول سيقولك مباشرة على موقع باوتين للتسجيل في الموقع يمكنك مشاهدة رابط اليوتيوب الموجود وللتعرف على واجهة الموقع رابط اليوتيوب الثاني وللموشن جرافيك أو تصميم الموشن جرافيك عبر الباوتين يمكنك النقر على الرابط الأخير أني ميكر موقع يسمح للمستخدم عمل فيديوهات شيقة وبكل سهولة حيث لا يحتاج المستخدم تصميم شخصيات أو قوالب خاصة وبمقابل الرسوم ويمكن للمستخدم الوصول إلى المزيد من الشخصيات والقوالب الجاهزة والفعالة وفي الروابط الموجودة أمامكم يمكنكم الضغط عليها لإدراج صورة وتصميم المشهد أما لإدراج نص ووسائل وشرح التحكم بالزمن يمكنكم أن نقر على الرابط الأخير في هذا السلايد ستوري بورد رواية القصص الرقمية موقع باللغة العربية وهذا ما يميزه يساعد على إنشاء تمثيل الرسومات والنصوص التي تطرح بشكل انتسلسلي والذي يشكل القصة الرقمية وعناصرها باستخدام شخصيات وأماكن متعددة يتميز بسهولة استخدامه حتى لذول خبرة القليلة في تصميم الفيديوهات عند النقر على الرابط الأول سينقلك مباشرة إلى موقع البرنامج واختيار اللغة العربية منه وهذا في الرابط الثاني شرح مفصل للستوري بورد تصميم الفيديو باستخدام برنامج الموفلي وهو برنامج سهل جدا وبسيط جدا موقع يوفر الخدمة السحابية والتي تمكن المستخدم من إنشاء محتوى الوسائط المتعددة من مقاطع الفيديو المتحركة وعروض الفيديو ورسومات مختلفة تتيح مزيجا من الرسومة المتحركة فقط عن طريق السحب والإفلات مما يجعل صانع الفيديو بسيط جدا الرابط الأول للدخول له للتسجيل في موقع الموفلي يمكنك مشاهدة رابط اليوتيوب الأول ولتحويل شرائح الباوربونت إلى قصة في الموفلي يمكنك مشاهدة الرابط الثاني ولاختيار الخلفيات من موقع موفلي شاهد الرابط الثالث وللكتابة باللغة العربية والشخصية الكرتونية في الموقع يمكنك مشاهدة الرابط الخاص به ولتصدير العرض بصيغة فيديو من موقع موفلي شاهد الرابط الخاص به ولتصدير العرض بطريقة بريزنتيشن من موقع موفلي شاهد الرابط الأخير أنيميتو وهو خدمة من قبل لإنتاج مقاطع فيديو وتنتج مقاطع الفيديو من الصور عن طريق الانتقال من صورة إلى أخرى في شرائح فيديو وعروض تقديمية محملة بمقاطع الفيديو والوسائط الصوتية على الويب بآلية خالية من التعقيد ومقابل دفع المزيد من الرسوم يمكن الحصول على المزيد من الإمكانيات وأيضا هناك الرابط الأول لمشاهدة للدخول على رابط الخدمة مباشرة ولشرح البرنامج يمكنك مشاهدة الرابط الموجود هنا وأيضا هناك شرح على اليوتيوب موفي ميكر هي أداة سهلة جدا للصناعة والتعديل على الفيديو لأنظمة الويندوز والذي يمكن مشاركته عبر اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعية الأخرى سهل جدا وهذه طريقة شرح التقاط ومنتاج الصور باستخدام برنامج الباور بوينت أيضا وهنا شرح له وي فيديو وهو من البرامج السهلة جدا وهنا نختم تطبيقات تصميم الفيديو باستخدام هذا البرنامج وهو البي وي فيديو موقع على نظام الأندرويد يساعد على عمل مقاطع فيديو والتعديل على المقاطع الجاهزة وكذلك إنشاء الأنيميشن وعمل منتاج لها والذي يوفر مكتبة مجانية متكاملة لإضافة التأثيرات ويمكن المستخدم من تشارك أعماله عبر منصات الويب المختلفة الرابط الأول للدخول مباشرة على موقع الويبيديو والرابط الثاني هو شرح على اليوتيوب بالصوت والصورة يشرح طريقة استخدام البرنامج شكرا لكم ونلقاكم في الفيديو القادم